صباح الخير او مساء الخير حسب بقى ما انتم بتشوف الفيديو المهم يعني يومكم مليان بالسعادة والتفائل وراحة البال يا رب جميع انتكونوا بخير بصوا بقى الفيديو بتاع النهاردة ده مميز جدا جدا بالنسبالي هو الفيديو مش وصفة على قد ما هو فكرة بس بصراحة كده تلعت فكرة امر امر يعني هي مش وصفة لان انا عملت معاكم قبل كده التوست الابيض والاسمر والحمد لله عجب ناس كتير وتلع معاهم ناجح من اول مرة بس كانت بقى بتكيلي تعلاقات كتير طب لو احنا ما عندناش اولي بالتوست ممكن نعمل التوست في ايه فانا بقى النهاردة جلت لكم الفكرة دي وبصراحة طلعت حلوة وسهلة جدا وبسيطة يعني اقدر اقول لكم كده من النهاردة ومش هنرمي على بالسمنة تاني ابدا لان بصراحة من هنا ورايح بقى هستغلها وهعمل فيها وصفات كتير لان استخدامها طلع حلو جدا والتسوية بتاعتها في الفرن على قد ما انا كنت بصراحة الان وخايفة منها لانها خفيفة جدا بس طلعت التس بتاعتها مع ملاحظات بسيطة كده حلوة جدا زي ما انتم شايفين التوست الاشرة بتاعته واخدى لون حلو جدا من بر اما التسوية بتاعته فكان هشي وقوتني جدا من جوة وعلى فكرة بقى طالع شكله احلى من الشكل التقليدي للتوست اللي احنا متعودين عليه يلا بقى نشوف التوست الامر ده عمل ناس دايه بس لو سمحتوا قبل من نبدأ الفيديو عايزة افكركم يا ريتي اللي ما عملش اشتراك في القناة هيشترك وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك وشير علشان ده بيساعد القناة هي تكبر ويلا نقول باسم الله ونشوف هنعمل ايه هي عجينة التوست مفيش اسهل منها كان مكونات وطريق التحضير مابتخدش وقت خالص وانا عجنتها معاكم قبل كده مرتين وعلى ايدي وكان الموضوع سهل جدا وبسيط بس المرة دي بقى معلاش اعذروني ايدي ربنا يعافيك وتعبانا شوية فهستخدم العجان انا استخدمت اربع كبيات من الدي انا استخدمت دي متعدد الاستخدامات وحطيت عليهم معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة النص معلقة صغيرة من البيكنج بودة المصدى معلقة صغيرة من الملح معلقتين كبار من السكر وبيضة واحدة وياريت تكون بدرجة حرارة الجرفة معلقة كبيرة من الخل معلقتين كبار مالينين من الزبدة وفي الاول كده هقلب المكونات دي مع بعض انا حبيت ان عجينة التوست تكون غنية شوية يعني حبيت يكون فيها عناصر غزائية علشان الولاد لكن طبعا لو انت عادت تستغني على البيض مفيش مشكلة ومعلقتين كبار من السكر مش كتير ابدا لان لو تلاحظوا ان التوست اللي بنشتري من بره برضو بيكون فيه نسبة سكر لكن لو انت عادت ت تكتري كمية الخميرة هي معلقة كبيرة ممسوحة حلوة جدا لان مش حلوة ابدا ومش صحة خالص ان في اي معجنات تكتري نسبة الخميرة علشان بتخلي العجينة تفتح ويكون قوامها وشكلها مش حلوين ابدا انت بس حط كمية خميرة معقولة وسيب العجينة تخمر كواسه بس مش محتاجين كمية خميرة كتير ولا حاجة والاربع كبايات دي اخدوا معايا كباية وربعة خليط ما بين اللبن والمية وياريت يكونوا دفيين مش سخنين ابدا احنا محتاجينهم دفيين علشان يفعلوا الخميرة خص ابداي الاول بكباية بس خليط ما بين المية واللبن وشوفي قوام العجينة معاك هيحتاج تاني ولا لا? وحاجة بقى مهمة جدا اوي خالص يعني ومش في التست بس في اي معجنات بتعمليها علشان تطلع معاك طرية وهشة جدا كده وقطنية لازم تسيب العجينة بتاعت المعجنات دي تكون طرية شوية يعني بتلزق حاجة بسيطة زي ما انتم شايفين كده. وحاجة برضو مهمة جدا انك لازم تفضلي تعجيني في العجينة دي لمدة كده ما تقلش عن ربع ساعة لغاية لما تحصلي على العجينة يكون شكلها وملمسها كده ناعم زي ما انتم شايفين وزي ما قلتلكم لازم تكون بتلزق لان في المعجنات عموما كل ما بتسيب في العجينة نسبة سوائل شوية كل ما بتطلع معاك طرية جدا وهشة شوف انت باعا استعجنيها باللبن بس عاستعجنيها بخليط ما بين المية واللبن او ما بين اللبن والزبايد دي او ما بين المية والزبايد ده كله طبعا حسب الرغبة مهمة جدا ان مش اول ما العجينة تتلم معاك توقفي فيها عجنة ومهمة برضو ان مش اول ما العجينة تتلم معاك تحس بقى ان هي مش محتاجة سويل احنا اتفقى ان العجينة دي لازم تكون بتلزق حاجة بسيطة زي ما انتشوفتوها كده المهمة ده انت الحلة زيت وده انت برضو وش العجينة زيت علشان ما ينشفش وبغطيها بقى وهسيبها تخمر وخطوة بقى مهمة جدا في كل المعجنات او في اي عجينة يعني بتخمر لان في ناس جتير فاكرة ان الخطوة دي بتكون صحة وهي ما بتبقاش صحة ابدا انك لما تيجي تسيبي اي عجينة تخمر يا ريت بلاش تسيبيها تخمر او الزيادة عن اللزوم يعني هتسيبيها تخمر لحد ما حجمها يتضاعف مرة بس مش لازم ابدا انت تسيبيها تخمر لحد ما حجمها يتضاعف مرتين وتلاتة والعجينة تفتح منك وتلاقي بقى العجينة والشها فتح كده وعلى فكرة الخطوة دي ما بتبقاش حلوة ابدا سواء بقى في طعم العجينة او في شكلها النهائي لان لما بتسبيها بتخمر او زيادة كده عن اللزوم طعم الخميرة بيبان في المعجنات وبرده بعد ما بتشكل المعجنات وتسبيها بقى تخمر للمرة التانية بتلاقي برضو الوش بتاعها فتح لان ترى ما انت سيبت العجينة من البداية تخمر زيادة عن اللزوم فخلاص كده انت مش هتعرفي تثبوتيها تاني ابدا معلش لو بطول عليكم في الشرح او بقولكو على الملاحظات دي بس انا بحس ان هي مهمة جدا ولازم تعرفوا لان في ناس كتير لغاية دلوقتي ما بتعرفش ابدا تثبط المعجنات فانا بحب اقولكو كل التفاصيل اللي انتم ممكن تمروا بيها في اي معجنات سواء بقى في التوست او غيره وليجي بقى البطل فيديو بتاع النهاردة وازموا شفتوني انا بعمل ايه? انا في الاول جبت ورقة فويل وطبقتها اتنين وبعدين بحطها على وش العلبة كده علشان اخد شكل العلبة وعملت ورقة تانية برضو نفس الطريقة يعني انا كده مركبة اربع طبقات فويل فوق بعض المهم انك تعمل الخطوة دي قبل التشكيل وقبل اي حية علشان هقولك ليه دلوقتي واعي واياكي تستهوني بالخطوة دي لان هي مهمة جدا جدا مع علبة السمنة لان الخطوة دي هي اللي بتحافظ ان التوست ياخد علبة السمنة من غير ما يطلع برة ويا ريت كمان بالله عليك بلاش تستهوني بخطوة انك تدقي الحرف بتاع علبة السمنة ده بايدي الهون حتى او باي حاجة تقيل عندك لانه بيكون حامي واكيد كلنا عارفين وانتي هتستخدمي ايدك في كتير فبلاشي ريت تستهوني بالخطوة دي وكمان هتدهني علبة السمنة دي بازديت او بالسمنة باي حاجة يعني وهترشيها كده رشي دي وكأنك هتعمل الكيك بالزبط ودي العجينة بتاعتي بعد ما خمرت وازون انت شفت الوش بتاعها قد اي كان ناعم ما فتحتش ولا اي حاجة ورشيت رشي دي وما بياخدش وقت خالص هو ما بيحتاجش تشكيل اصلا انت بتفرد العجينة وبتليف فيها رول وبس كده بس وانت بتفرد العجينة بتفرديها على شكل طولي كده على قد ما تقدري وحتى لو جات معاكم دورة مفيش مشكلة لان زي ما انت شفت كده احنا بنتني الجنبين على جوه انا بحب جدا اعمل الخطوة دي علشان انا كده بعمل طبقات في العجينة فبعد ما التوست بيستوي ما بتلاقيش بقى في العجينة كده فراغات من جوه واسعة كتير وحنرجع برضو نفرد العجينة تاني بشكل طولي بس المراضي بقى وانت بتفردي يا ريه تاخدي مقاس عربة السمنة اللي انت هتستخدميها بقى وانت بتليفي رول بقى اول لفتين تلاتة كده هتعملني زي ما انا بعمل علشان برضو الخطوة دي مهمة ان ما يبقاش فيه فراغات واسعة في التوست بعد ما يستوي يعني بعد ما تلف اول لفة هتضغطي كده على العجينة علشان تلزقيهم في بعض وتاني لفة وثالت لفة هتعملون بنفس الطريقة دي وبعد كده بقى هتليفي رول عادي جدا بس وانت بتليفي رول يا ريت مع كل لفة كده هتشد العجينة عليك وتلفي علشان ما تسيبيش هوا في العجينة او ما تسيبيش فراغ في الرول يعني وانت بتلفي وبعد ما تليفي خالص بقى لازم تقفلي الطرف ده كويس جدا علشان ما يفتحش اثناء التخمير للمرة التانية وكمان ما يفتحش معاك في الفرن لقيت بقى الجوانب بتاعتك متساوية وشكلها حلوة كان بها لكن لو لقتيها مش متساوية هتقفليهم كده على بعض وكأنه مفيش اي حاجة وهنجيب بقى علبة السمنة الحلوة بتاعتنا دي وهنحط بقى فيها العجينة بالشكل اللي انت شايفينه ده وهنسيب بقى العجينة تخمر للمرة التانية والعلبة بالشكل ده يعني مش هنوقفها ابدا بس قبل ما نسيب العجينة تخمر للمرة التانية هنرفع طرف العلم بس كده بفوطة او بحاجة بسيطة علشان العجينة لما تيجي تخمر للمرة التانية هتزيد فممكن لما تيجي تفتحيها الطرف يطلع معايك فمش هتعرف تلمسي العجينة تاني ابدا وهي خمرانة انا ستها تخمر للمرة التانية يعني خمسة وتلاتين ديئة بس مش اكتر من كده شايفين والعلبة لسه على الفوطة ما شلتش الفوطة ابدا فتحت الغطة بتاع العلبة وهحط بقى الورق اللي احنا كنا محضرينه ده مع بعض هتركب معايك المنتهج سهولة لان احنا كده كده اخدنا الشكل بتاع العلبة من البداية نخلي بالنا في الخطوات بقى بتاعت التسوية علشان دي اهم حاجة اكيد وراء الفويل اللي احنا حطيناه ده مش بالكوة ان هو يمنع ان التوست لما يدخل الفرن وحجمه يزيد انه ما يطلعش من العلبة انا جبت صانية المونية وحطت فيها العلبة زي ما انتوا شايفين كده ولازم الزق وش العلبة في الصانية زي ما انتوا شايفين كده بس انا لقيت ان الجوانب بتاعت الصانية مش بنفس ارتفاع العلبة فاكيد برضو لما التوست يدخل الفرن وحجمه يزيد ممكن يتفتح معاكي فاجبت بقى قوع صانية من اللي هما بيتفتح وطول بتاع الشيسكي وحطتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان التوست لم ييجي حجمه يزيد ويطلعش ابدا ابدا من العلبة ولو انت بقى عايزة تكوني في المضمون قوي قوي يعني فممكن لو عندك اي صانية صغيرة اي حاجة صغيرة بتدخل الفرن ممكن تحطيها في الفراغ اللي في الصانية اللي وراء العلبة ده كده هتكون زنقة العلبة كويس جدا تضمني ان التوست ابدا ابدا مش هيخرج برا العلبة عايزة تغطي العلبة بورق الفويل من البداية وتسيبيه بقى يخمر للمرة التانية وبلاشا غطى علبة السمنة خالص وهتكوني متأكدة من مدة التخمير مفيش مشكلة بس انا حبيت احط غطى علبة السمنة علشان اتابع التخمير لان طبعا عوامل الجو بتختلف فبخاف ان انا ادخلها الفرن من لير ما تخمر للمرة التانية وبعد ما بتسيب العجينة بقى تخمر في العلبة للمرة التانية ممنوع ابدا تلمس العجينة او تحرك العلبة والعلبة الامر دي هتدخل زي ما هي كده في الصانية على فرن ساخن مسبقا لعدرجة حرارة مية وتمانين في الرف اللي في النص وهتختبر التسوية بتاعتها بعد اربعين دقيقة اول ما تلاقي الوش والجواني بكده اخدت لون وتحمرت انا اخد معي في الفرن خمسين دي ابزة واول ما يطلع من الفرن هتسيب العلبة بس تهدى شوية وبعدين هتطلع التوست من العلبة هيطلع معيك في منتهى السهولة وهتحطي التوست ده بفوتا وهتسيبه بقى يبرد خالص وفيه حاجة بقى كلنا بنستهم بيها ان احنا ممكن نقطع التوست ده وهو لسه دافي وصدقيني ويفرق جدا جدا لما تسيب التوست ده يبرد كده في الفوتا يعني ما تبدأيش تقطعي فيه قبل خمس ست ساعات كده علشان لما بتليفيه بالفوتا وهو لسه سخني كده فالسخنية دي بتكمل التسوية بتاعته وكمان بيخلي الاشرة بتاعت التوست كده الطريقة زيما انت شايفين ويا ريت بلايش ابدا ابدا تسيب التوست يبرد وهو في العلبة لان طبعا العلبة هتبخر وهتعمل مية والبخار ده هيأثر في الاشرة بتاعت التوست ومش هيكون حلوة ابدا وبس كده يا سيد دي مكونات بسيطة جدا وطريقة التحديل مفيش اسهل من كده لان ما بيحتاجش تشكيل ولا اي حاجة احنا بنفرد ونلف رول وبس كده مع شوية تكنيك كده بسيط في لف العجينة وطريقة التسوية وكمان استخدمنا حاجة بسيطة جدا كنا بنرميها يعني مين يصدق ان التوست الامر ده معمول فعيل بتسمنا وطلع شكله امر زيما انتم شايفين كده وطبعا مش محتاجة بقى اقول لكم التوست بيتعامل بي ايه ولا ايه ولا ايه ينفع جدا في طور ويمشي غدا وعشا انا في الفيديو قلتلكو على الاستبدالات اللي انتم ممكن تعملوها وكمان على قد ما اقدر في الفيديو ده قلتلكو كل الاحتمالات اللي ممكن تقابلوها سواء بقى في العجينة او في طريقة التشكيل او حتى في التخمير وده علشان لو عملتوا التوست يطلع معاكم ناجح من اول مرة لان بصراحة الايام دي ما بقاش فيه اي احتمالية خالص لفشل اي وصفة فعلشان كده بصراحة قلت حتى لو الفيديو طويل شوية بس مش مشكلة اقول لكم كل حاجة قابلتني لان صدقوني الفيديو اللي انتم بتشوفوه ده كان تالت تجربة ليا وهي بقى اللي زبطت معايا لكن اول تجربة كنت مستخدمة 3 كبيات بس من الدقيق فلما جيت بقى شوفي التوست بعد التسوية لقيت وماخدش علبة السمنة كلها اخد نصها بس وتاني تجربة بقى استخدمت 5 كبيات من الدقيق وبصراحة كمان ما كنتش مستخدمة تكنيك التسوية اللي انا عملته معاكم اللي هو اني صديت العلبة بقع الصينية كنت لازق العلبة في الصينية بس كده على طول فلما استخدمت 5 كبيات من الدقيق أو بعد التسوية مالوا العلبة واخدوا شكل العلبة وكل حاجة بس لقيت بقى قد نص العلبة كده طالع من العلبة بصراحة تصدمت يعني لما شفت الفرن فعلشان كده بقى في الفيديو ده حبيت بصراحة اخد كل احتياتات لان اولا واخيرا طريقة التوست دي بتعتمد جدا على التسوية بتاعتكم هم حاجة ان العلبة ما تتفتحش منك في الفرن وبس كده بص بقى يا ستي لكل المقادير اللي انا استخدمتها دي هتعمل معاك علبة من بتاعة السمنة اللي هي كيلو ونص طيب ولو انت ما عندكش علبة كيلو ونص بتستخدمي العلبة اللي هي الكيلو يبقى نفس المقادير دي هتعمل معاك علبتين من السمنة اللي هي الكيلو وبس كده يا ستي وكده ما بقاش لكي حاجة علشان تقومي تعملي التوست استهلق البسيط قوي ده لانه جد الاولاد بيحبوه جدا الحلوة او حادق بقى بس طبعا اول حاجة لازم يعملوها هو التوست بالشوكولاتة وده سوص الشوكولاتة الاقتصادي اللي انا عملته معاكم قبل كده اما بقى الناس اللي بتعمل دايت او اللي ماشيين على نظام غزائي ايه او حتى مرضى السكر ربنا يشفيهم ويعفيهم يا رب فانا الحمد لله برضو عملت التوست الاسمر بديقي الامح الكامل وخلص خلصته والحمد لله طلع ناجح جدا من جير ما استخدم ابدا ديه ابيض وطلع بجد ولا غلطة بس هنصدله لكم الفيديو الجاه ان شاء الله وهيطلع برضو معاك هش جدا وقطني زي التوست ده بالزبط وبكده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص اول فكرة بتاعتنا النهاردة يعني خلصت انا بعتزر تاني ان انا طولت عليكم بس ده علشان مصلحتكم ونتقابل على خير ان شاء الله فيديو جديد اسيبكم في اماني الله وحفظه بس لو انتوا استفادتوا من الفكرة دي ما تنسوش تعملوا الخير النهاردة وتدعموني بالاشتراك في القناة وكمان ما تنسوش اللايك والشير ربنا يحسن ما بين ايديكم وبحبكم في الله